منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة البلاد جاء الصعيد ومحافظات الجنوب على رأس الأولويات وشهد اهتماما كبيرا وغير مسبوقة ووضع الرئيس الرؤية الشاملة لتخفيف معاناة وأوجع أهالي ومواطن الصعيد ففي قطاع الطاقة جاء أبرز المشروعات المشروع العملاق والأطخم محطة بنبان لتوليد الطاقة النظيفة من الشمس وهو الأطخم في الشرق الأوسط باستثمارات ضخمة تتجاوز ملياري دولار وقد اختير أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية على المستوى العربي وحصل على جائزتين عالميتين هما جلوبال أورد لعام 2017 وجائزة البنك الدولي لعام 2018 كأفضل مشروع في العالم أحد الصروح الصناعية العملاقة في صعيد مصر مصنع كيميا 2 الذي يشمل ثلاثة قطاعات الرئيسية أولها المرافق والخدمات والتي تشتمل على كل من محطة فلترة وتخفيض الغاز الطبيعية محطة معالجة المياه وذلك لإنتاج مياه للعمليات الصناعية المختلفة والمتمثلة في مياه التبريدة ووحدة إنتاج نايتروجينة ومحطة إنتاج الكهرباء بطاقة 27.2 ميجا وات لتلبية احتياجات المصنع من الكهرباء ذاتيا وتصدير الفائد إلى المصنع القديم عمل وإنجاز غير مسبوق لأهالي الصعيد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد به القاسي والداني لتغيير وجه الحياة في الصعيد إلى الأفضل شكلا ومضمونا ولتكون شهادة ميلاد جديدة وعصرية لأهالين في الجنوب لتغيير حياة الإنسان إلى مستوى الحياة الكريمة والأفضل وبناء إنسان على أسس صحيحة وسليمة يتمتع بكل حقوقه ويحظى بالعدالة والمساواة والتوزيع العادل لنواتج وعوائد الإصلاح والتنمية والبناء صباح الخير مشاهدين زي ما شفنا في التأرير انتهى زمن تهميش الصعيد منذ مجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في عام 2014 وهو إدى اهتمام غير مسبوق بكل محافظات مصر وأيضا الصعيد بشكل كبير كل ده انعكس من خلال المشروعات اللي تابعنا بعض منها في التأرير وهي مشروعات عملاقة وكبيرة وبتدخل وبتحسن معيشة الأفراد هناك لأن كل ده بينعكس على معيشة الأفراد وأصبح لا يوجد أي تفرقة ما بين الأقاليم الصعيد أو المحافظات المختلفة وما بين القاهرة في مشاريع التنمية معانا للحديث حول مشروعات التنمية في الصعيد واهتمام الدولة بهذه المشروعات وبهذه المحافظات معنا في السوديو الدكتور سعيد عبدالخالق الخبير الاقتصادي برحب بحضرتك يا فندم أهلا وسهلا زي ما تابعنا في التأرير يا فندم هناك حوالي ربعمائة مليون مليار مليار تم انفقهم على الصعيد في الفترة الماضية هذا المبلغ ويعني الكبير الذي يتم صرفه في الصعيد ما هي دلالاته؟ أنا عايز أذكر الأولا بداية أن هذا الانفاق على مشروعات لتنمية الصعيد وجه لنحو حوالي ألف قرية خلال الست سنين فقط الأخيرة كانت حوالي تلتمية خمسة واردعين مليار جنيه تم انفقهم على أكتر من ألفين مشروع أو ألفين ومئتين مشروع هذه المشروعات لتنمية ألف قرية الأولى بالرعاية الألف قرية الأولى بالرعاية منهم ستمية واربعة وستين قرية في الصعيد ستمية واربعة وستين قرية إحنا في التنمية في المشروعات المتعلقة بالصعيد إحنا مش بنمي القرية في جانب واحد ولكن هي تنمية متكاملة وشاملة يعني من حيث الصرف الصحي من حيث المياه من حيث القهرباء من حيث الطرق يعني كافة جوانب الحياة من حيث حتى الخدمات البيطرية أو الخدمات المتعلقة بالنشاط يعني دهو كافة مجالات الزراعة بكافة مجالات التنمية فهي تنمية شاملة أنا عايز أشير إلى مشروع حياة كريمة حياة كريمة أساسا لتنمية الريف المصري في عموم صحيح والصعيد على وجه خاص أما جاء بص لي حياة كريمة اللي حيمر به أساسا هو ثلاث مراحل المرحلة الأولى بننقي القرى أو بنختار بيتم اختيار القرى اللي هي حد أو نسبة الفقر فيها سبعين في المية فأكثر بعد كده في المرحلة التانية بشوف القرى اللي نسبة الفقر فيها تتراوح بين خمسين في المية وسبعين في المية المرحلة التالتة اللي نسب الفقر فيها أقل من خمسين في المية في المرحلة الأولى عندي مجموعتين تم العمل فيهم فعلا وأنا عايز أشير قبل ما أكمل إلى أن المشروعات التي تتم الآن كنا في الماضي بنحط حجر الأساس يعني مثلا ما ييجي يقوله هنفتتح مشروع كان بيتحط حجر الأساس وبعدين بيبدأ بعد كده أنه هو المشروع ده يتم تنفيذه أو سواء لا يتم أو سواء يتم جزء ويرجأ جزء إلى آخر النهاردة ما بيفتتحش مشروع في عهد الرئيس إلا إذا كان مكتمل يعني كأنه احنا بنبدأ الأول البناء ثم الافتتاح يبقى واقعي وفعلي ومشروع موجود على الأرض أعود بسيادتك إلى المرحلة الأولى من تنمية الريف المصري حياة كريمة المرحلة الأولى بتشمل مجموعتين المجموعة الأولى بتشمل 143 قرية أغلبهم في الصعيد وخاصة في المحافظات الأكثر فقرا اعتبارا من ألمينيا، أسيوت، سهاج، قنى، سبع محافظات قنى، الأقصر، أسوان، ألوادي الجديد دول سبع محافظات في الصعيد بيتم تنمية هذه المحافظات تنمية شاملة خصص لهم في هذا المشروع الكبير خصص لهم حوالي 4 مليار جنيه ده في المرحلة الأولى لهذه القرى فقط حوالي 4 مليار وحيستفيد منها حوالي 1.8 مليون مواطن صحيح في المرحلة الثانية حبدأ أنمي حوالي 287 قرية 287 قرية مجموعة الثانية في المرحلة الأولى حينا نتكلمش بس على المدن، نحن نتكلم كمان على القرى بالزبط كده القرى بيسكن فيها حوالي 58% من سكان مصر فكأني أنا أما بنم القرى فكأني بتعود الفائدة والمزايا على أكثر من 60 مليون مواطن ف60 مليون مواطن يستفيدوا أكثر من نص عدد السكان أكثر من نص عدد السكان وبالتالي أما أجي بصي كده مثلا 60 مليون مواطن تنمية متكملة الهدف منها في الأساس هو رفع مستوى المعيشة جودة الحياة محاربة الفقر أو القضاء على الفقر المدقع أنا كنت بس لحضرتك في النقطة دي إزاي يعني عائدات هذه المشاريع حتظهر على المواطنين هناك بتحسين معشتهم أنا بنمي قدراته الفقر عندنا متعدد الأبعاد الفقر في الدخل أدي واحد الفقر في الصحة أو التعليم أو الفقر في القدرة على العمل فإما أنا بنمي بتم بتعليمه وبصحته كويس وقدرته على العمل وبأتح له هذا المجال يبقى بيقدر يتحول من شخص مستني عانى أو معونة أو كذا إلى شخص قادر على خلق الدخل منتج منتج وبالتالي فهنا مستوى معيشته هنا مش هيعتمد هنا الفرق برضو عايزين نفرق بين حاجتين إن ممكن نعمل عمل خيري مثلا ودي إعانات لبعض الأفراد أوكي بس طب السنة اللي في جاية والسنة اللي بعديها هل حيظل في هذا الشكل ولا أحوله إلى شخص منتج يبقى يتحول مفهوم العمل الخيري إلى عمل تنموي دكتور أظن بالإضافة لده فكرة إن فتح مشاريع ومشروعات ومصانع داخل الصعيد بيوفر أيضا فرص عمل ما فيه شك ما فيه شك كل هذه المشروعات بتوفر فرص عمل وبالتالي بتوفر دخول هؤلاء الأفراد اللي بيشتغلوا وبالتالي بيبقى عنده قادر على العمل وعلى الإنتاج وعلى الإضافة المشروعات أو النظرة التنموية الشاملة اللي موجودة في مصر الآن هي نظرة متكاملة بمعنى إيه؟ بمعنى أن المسئولية مشتركة ليست مسئولية الحكومة فقط ولكنها مسئولية الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع الأهلي كويس والمنظمات الخيرية أو خلافة يبقى كل الجهات الموجودة في الحكومة كلها أو في الدولة كل هذه الجهات اللي موجودة في الدولة كلها بتسهم في تحقيق هذا النمو لأن في الآخر خالص العائد حيعود على الجميع وبالتالي هي مسئولية مشتركة بتسهم فيها الحكومة بجانب القطاع الخاص بجانب منظمات المجتمع المدني في جانب وهكذا كل هذه اللي بتاعها مسئولية مشتركة وعمل مشترك بيشترك فيه كل هؤلاء الجوانب الهدف الأساسي أيضا هو تحقيق التنمية المتوازنة أما أنا بركز على الصعيد أو محافظات معينة أو محافظات الأقل دخلا أو الأقصر فقرا الهدف هو تحقيق التنمية المتوازنة في كافة أنحاء الجمهورية يبقى فيه عدالة في النمو بحيث أن الأقل بيحصل الأعلى والأعلى بنمي نفسه أيضا وهكذا يبقى فيه تنمية متوازنة دي بتحقق عدالة التنمية وعدالة توزيع سمار التنمية بالجمهورية كلها والمواطنين كلهم بحيث يحسوا أو يشعروا بأن حصل فعلا مستوى معاشتهم فعلا زاد وقدرتهم الشرائية ارتفعت وإمكانياتهم أو قدرتهم على اكتساب الدخل بقيت أعلى طب إزاي تفصل يا دكتور يعني استطاعت أو قدرة الدولة على فتح كل هذه المشروعات داخل الصعيد في هذه الفترة القصيرة وهي سبع سنوات أو ثمان سنوات يعني فتح كل هذه المشروعات في نفس الوقت ما دليل ذلك أو دليل ذلك على الاقتصاد المصري أو كيف نعكس ذلك على الاقتصاد المصري ما فيه شك إن إدارة الاقتصاد المصري ما فيه شك إنها إدارة حكيمة ولها رؤية ولها منهج بترتسمه أو بتخططه وبالتالي فإحنا هذه الإدارة استطاعت إن في هذه الفترة الوجيزة إن نتغير وجه الحياة في مصر أنا عايز أقول لي سيادتك حاجة مثلا على سبيل المثال فيما يتعلق بالقرى فيما يتعلق بالست سنوات اللي فاتوا اتعمل حوالي ألف مشروع طرق وكباري في الريف صحيح طرق وكباري بقى إيه بوصل القرى ببعضها طرق سواء داخل القرية أو توصيل القرى ببعضها أو توصيلها بالمركز أو توصيلها بالمحافظة وهكذا يعني أحد الناس مثلا كان بيقول دايما أو بعض المزارعيين كان يقول لك والله أنا ساكن على الضفة الشرقية من النيل وأرضي الزراعية على الضفة الغربية وعشان أوصلها بلف بضطر لف ومسافة بجيه وبالتالي إحنا بما بنعمل هذه الطرق وهذه الكباري بتسهل هؤلاء الانتقال من مكان لآخر بتوسع نطاق السوق بتزود القدرة الاستيعابية للاقتصاد المصري لمزيد من الاستثمار الاستثمارات هذه الاستثمارات اللي بتضخ في شرايين الاقتصاد القومي ما فيه شك إن بيبقى لها انعكاس قوي جدا على الأفراد أنا كان قصدي يا دكتور قدرة الاقتصاد على أنه يفتح كل هذه المشروعات في نفس الوقت ما هو يعني أثر أو معنى ذلك معنى أن يتم فتح كل هذه المشروعات في نفس الوقت ويعني بيدل على مدى قدرة الاقتصاد المصري الاقتصاد المصري فيه إمكانيات كاملة كان ينقصه كل اللي ينقصه هو الإدارة الحكيمة لهذه الإمكانيات وتوجهها وترشدها كويس ده جانب الجانب التاني هو الشراكة الكاملة اللي بين الحكومة وبين القطاع الخاص وبين منظمات المجتمع المدني فده كله بيدي قوة دفع هائلة لعملية التنمية يبقى معدلات النمو أعلى معدلات التوظيف أعلى الهدف مثلا من أغلب هذه المشروعات هو القضاء على الفقر المطقع احنا متوقع فيه عشرين تلاتين هيكون نسبة الفقر المطقع في مصر سفر ما فيش بعد كده في كأن بلقى أني بنمي قدرات هؤلاء الأفراد بخلق قدامهم فرص عمل باهتم بالتعليم باهتم بالصحة الرعاية الصحية في القرية أما أنا بنمي القرية على سبيل المثال أنا بنمي القرية في كافة جوانبها مش بس أن أنا الميا أو الصرف أو الكهرباء لا أنا بعمل مدرسة مدارس مثلا أو بطور المدارس القائمة بعمل وحدات صحية موجودة مثلا بعمل مراكز رعاية شباب صحيح حوالي وجه لها ضخ حوالي مية وعشرين مليون جنيه لعمل مراكز شباب ده دليل على اهتمام الدولة بالإنسان بالزبط كده الأساس في التنمية هو الإنسان لأن التنمية بتتم بالإنسان ولمصلحة الإنسان صحيح فكأن هنا بنمي الإنسان أو المواطن يبقى أقصر وعيا أقصر قدرة على اكتساب الدخل أقصر إمكانيات وبالتالي ده بينعكس على حياته وعلى مشاركته في مجتمع طب قبل مجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي كان هناك حالة من الإهمال للصعيد وللمحافظات وكان التركيز بشكل أجور على القاهرة والإسكندرية والمدن الكبيرة والعاصمة والمدن الكبيرة جنبها أنا عايز أسأل على أثر ذلك على التنمية في ذلك الوقت وعلى خسرتنا فإن إحنا مهتمناش بالصعيد يعني ماذا خسرت الدولة مع عدم مهتم بالصعيد الحقيقة مش الصعيد بس يمكن الصعيد وبعض المناطق الأطراف المهملة كانت تركيز في التنمية تنمية مركزة على المناطق الحضارية وخاصة قاهرة والإسكندرية المدن الكبرى وعشان كده هو كان الإهتمام بتحقيق التنمية المتوازنة المتوازنة جغرافيا يعني أنا ما بركز على القاهرة أنا بنامي برضو القاهرة ده هذا لا يمنع ولكن أنا بهتم أكتر يعني بأدي مثلا مزايا أكتر للمستثمر اللي يعمل مصنع أو مشروع في الصعيد بدي له مزايا فيما يتعلق بالأراضي فيما يتعلق بسعر الكهرباء فيما يتعلق بسعر الغاز فيما يتعلق بالتسهيلات يبقى كأن اللي بيروح أنا بدي مزايا عشان أوجه المستثمرين مش بس ضخ استثمارات حكومية هذا جانب والجانب الآخر أنه نوجه القطاع الخاص لمزيد من الاستثمار في هذه المناطق من خلال توفير البنية الأساسية من خلال توفير البنية الأساسية وإحطاء مزايا سواء مزايا ضريبية سواء مزايا تتعلق بتوفير الكهرباء بسعر خاص سواء تتعلق بالأراضي مثلا العمالة بدعمه بشكل ما بحيث أنه هو يبدأ يتوجه لهذه المناطق طب قبل أن تلتفت الدولة للصعيد في الفترة الماضية وقبل ما جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي هل كان أحد أسباب الاختناق اللي بتعني منه القاهرة هو عدم تنمية الصعيد و ما في شك الاختناق لأنه كان كله الهجرة من الريف إلى المدينة كانت سمة من السمات السائدة أن كل واحد عايز يلاقي وظيفة يهاجر من هذه المناطق البعيدة بيجي هنا القاهرة فالقاهرة تضخمت بشكل كبير وبالتالي أو ممكن تقول تورمت بأورم كبير جدا فهذا التضخم الكبير انعكس طبعا على المشاكل المتعلقة بالإسكان المشاكل المتعلقة في ذلك الحين المشاكل المتعلقة بالميا أو بالكهرباء بالمرافق بالزحام في الطرق المرورية وخلافه دلوقتي يمكن مع النهضة الكبيرة التي تشهدها مصر وعمليات توسيع الطرق والكباري والمرافق الأساسية بكل أشكالها فده طبعا ساعد على تخفيف حدة هذه الأزمات فما بقاش فيه أزمها في القاهرة وفي نفس الوقت أنا بنمي هذه المناطق يبقى المواطن اللي موجود في الصعيد مثلا أو في أي مناطق ريفية متطرفة هو مش بحاجة أن يجي هنا القاهرة هو عنده البلد بتاعته بتخلق له الوظيفة حيث يكون أنا بذهب إليه ما بخليهش هو يجيني إنما أنا بذهب إليه حتى الخدمات الحكومية المختلفة كان زمان برضو في الفترات السابقة كان لازم يجي القاهرة عشان يخلص أوراقه مثلا أو عايز يستخرج شهادات معينة أو خلافه هو هنا مش محتاج أنا بذهب إليه بعمله هذه الخدمات عنده بفتح النهاردة فيه جامعات في كل المحافظات تقريبا جامعات سواء جامعات حكومية أو جامعات خاصة أو معاهد عليا مثلا بنشر المدارس فهو كان مش لازم عشان يدخل الجامعة لازم يغلق لا هو عنده جامعات الجامعات في كل محافظة تقريبا في جامعة لغاية أسوان في جامعة أسوان في قنة في سوهات ويتم إن شاء المزيد من الجامعات ومزيد من الجامعات مثلا سواء كانت حكومية أو جامعات خاصة أو معاهد عليا أو مدارس مهنية أو مدارس في تخصصات مختلفة أو كده الرعاية الصحية المستشفيات النهاردة منتشرة في ربوع مصر وعلى مستوى عالي وبها جميع الإمكانيات موجودة برضو أيضا في كافة أنواع المحافظات والمراكز وهكذا كافة الخدمات الأخرى متاحة حتى زي ما أشرت من شوية ما قلتنا بنعمل مراكز شباب مراكز شباب في القرى صحيح مش بس في المراكز أو في المدن لا ده في القرى مراكز شباب بضخ عشان أنشطة الشباب لأنه طبعا الشباب هو المستقبل طيب حالتك أشرت أيضا إلى اهتمام الدولة في الجمهورية الجديدة في أحد الرئيس عبد الفتاح السي سي بي تنمية الصعيد وتنمية الأطراف أيضا ومن ضمن الأطراف التي يتم تنميتها بشكل كبير هي سيناء لم تكن تشهد منذ عودتها من الاحتلال بعد حرب أكتوبة 73 لم تشهد التنمية المطلوبة ولكن في أحد الرئيس السي سي نحن نشهد المزيد من التنمية في سيناء ما فيه شك طبعا الأماكن المضطرفة مثلا على سبيل المنسان مطروح دي برضو أيضا منطقة وموجه لها في المرحلة الأولى جزء كبير من الاستثمارات وزي ما شاتك أشارت سيناء سيناء ما فيه شك في الفترة الأخيرة بدأت تشهد بعض المشروعات أو كثير من المشروعات المتعلقة برضو بالطرق بالمصانع بعملية توطين البدو توطين البدو أنا عشان أوطنه والزراعة مثلا في بعض المناطق أو بحيرات واستخراج الأسماك الأسماك بأنواعها كأن فيه سيناء أو التعدين والمناجم نشاط اقتصادي وإنتاجي كبير جدا ومتدفق داخل سيناء وطبعا هي المسألة بس عشان عدد السكان جوه سيناء أوليل فدي محتاجة إلى نقل جزء من السكان الفكرة دي كانت مطروحة فطبعا ما زالت طبعا مطروحة للدراسة أن نقل جزء من السكان من الوادي إلى سيناء ويمكن ده هيحصل يا دكتور مع فتح المسألة المشاريع مع استصلاح أراضي وحتحتاج أيدي عملة فما أنا حاود أيدي عملة مش معناها أنه هو يروح يشتغل ويرجع تاني الوادي لا بقى الصوت هناك يعني مسألة أنه هو مجرد عملة أنا بنقلها عشان تشتغل وبعدين أخر النهار أو أخر الأسبوع أو أخر الشهر يرجع تاني لمكانه وبعدين يروح رايح جاي لا ده هو للإستيطان وعملية إستيطان جزء من من السكان في سيناء عملية طبعا مطلوبة ما في الشك لعملية استصلاح أراضي فكأن السيطان أنا لازم أعمله بقى مساكن ولازم أعمله الخدمات المختلفة عشان ما يحتاجش أنه يرجع تاني إلى الوادي صحيح دكتور سعيد عبد الخالق خبير الاقتصادي أشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات وهذا الحوار شكرا جزيلا لحضرتك والآن مشاهدين بعد الفاصل نتحول لمتابعة آخر أخبار الاقتصاد وزاملتي مون الشهيد موسيقى